تحياتي لك اللي عم بتابعون عبر موقع الفن وحبين يعرفوا أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية للأسبوع الثالث من شهر فبراير أو شباط 2021 وبداية مع مولود برج الحمل يلي عم نشوف أنه وضع المهني ممكن يحتاج للتجديد والتغيير بالشروط والمواقف وخصوصا مع الزملاء في العمل والفلك عم يتحدث عن منافسة قوية وكمان عزلي ممكن يعيشه وأما عاطفيا لربما تقرر الارتباط فجأة وللمرتبطين من قاله نتوقع وتحسن تدريجي بعلاقاتكم مع الشريك مولود برج التوري اللي عم نشوف تحليلاته منطقية وقراراته متناقضة على الصعيد المهني بالإضافة لحلول مالية عم يسعى لتحقيقة وأما عاطفيا عم تشعر بعدم الأطمئنان من تصرفات الشريك الغامض أحيانا وعدم تفهم ولا ظروفك مولود برج الجوزاء الفلك عم يتحدث عن بلبلي في العمل ممكن تأثر على مزاجك وأدائك بالرغم من الاهتزاز يلي عم بتعيشه حاليا إلا أنك قادم على تغييرات إيجابية وأما عاطفيا ما عم تقدر تتحكم بمشاعرك بعلاقتك مع الشريك لتكسب قلبه من جديد فكأنه محاولاتك لكسب قلبه كأنه أحيانا عم تعطيك إشارات إيجابية وأحيانا عم بتشعرك بالإحباط مولود برج السرطان عم تتحرك بكفة الاتجاهات لتحسين وضعك المهنة ويبدو أنك قادم على مصير جديد ولن يخلق الأمر من الدخول ببعض الاختبارات الضرورية وأما عاطفيا من المحتمل أنك تتعرض لسوق تفاهم مع الشريك وأما العزبين تبدو الأجواء مريحة للنقاش بمستقبل علاقتكم مولود برج الأسد عم بيصعب عليك التفاهم مع محيطك على الصعيد المهني ولربما تطالك بعض الشائعات السلبية في العمل وأما عاطفيا كأنك عم بتخطط لشي جديد ولربما تضطرك الظروف إلى تغيير وجهة نظرك وأنا عاتك بشكل تردي من خلاله شريكك العاطفة مولود برج العزراء الفلك عم يتحدث عن عدم تقبلك للواقع المهني اللي عم بتعيشه حاليا ولكنك مضطر للدفاع عن أراءك أو حتى أهدافك من باب التوضيح مش أكتر وأما عاطفيا رح تتحسن علاقتك وظروفك العاطفية مع الشريك وللعزبين قد يميل القلب إلى شخص جديد ضمن محيط عمل مشترك مولود برج الميزان الفلك عم يتحدث عن تشويش وظروف أسي ممكن تعيش في العمل ولكن سعيك لتحقيق استقرار مهني قريب لن يكون صعب عليك وأما عاطفيا رح تبدل رأيك وترضى بالحلول المقترحة أو بالحلول المقترحة لمشكلتك مع الشريك بشكل ودي وكمان ولكن لن يمر الأمر بدون أي تدخلات خارجية مولود برج العقرة بتوقع انتقال مهني إلى مكان جديد ولا ربما تترك الظروف للاستغناء عن بعض المعتقادات السابقة وأما عاطفيا تبدو ردة فعلك السلبية تجاه الشريك ما إلى معنى أبدا مولود القوسي اللي عم نشوفه متابع جيد لأوضاعه المالية بالوقت الحالي وأما مهنيا كأنه عم ينفرد عليك توجهات وشروط جديدة ما عم ترضيك وأما عاطفيا كأنك عم تشعر بالإحباط من الظروف يلي عم تتحكم بمصير علاقتك مع الشريك ولكن الأوضاع ما بينك وبينه من صعب أبدا أبدا وقابل للحلول مولود الجدي الفلك عم يتحدث عن اتفاقية عمل مرتبطة بمجال مهني جديد بالإضافة لنقاش مالي مع جهة سابقة وأما عاطفيا تبدو تصرفاتك المستفزة مع الشريك ممكن تعقد المشكلة أكتر ما بينك وبينه فانت به مولود ده برج الدلو يبدو أنك أمام مرحلة مهمة بالرغم من التكبيل اللي عم بتعيشه على الصعيد المهني وأما عاطفيا ابتعد عن التصرفات الفوقية بعلاقتك مع الشريك والوضع بيناتكن ما بيتحمل التمادي بهذه الطريقة حاليا طالما الحب موجود بيناتكن وآخر الأبراج معنا مولود ده برج الحوت يلي كمان عم يشعر بأنه الأمور مزادت جامدة على الصعيد العاطفي تحديدا بعلاقته مع الشريك وأما مهنيا عم نشوفك أنه أصبحت متقبل أي فكرة أو تغيير ممكن يحصل بمحيطك المهني والفلك عم يتحدث عن خطوات جدية بانتزارك هدي كانت توقعاتنا الفلكية للأسبوع الثالث من شهر شباط 2021 ولكن على بالهم يعرفوا أكتر وحابين يسألوني ويستفسروا عن حياتهم المهنية عن حياتهم العاطفية عن إذا في استمرار بهذه العلاقة أو هذه العلاقة كيف نحافظ عليها فيكن وكمان لكل الحابين يعرفوا خارططهم الفلكية شمخة بيتلون وكمان شو الدلائلة وإشاراتهم على توقعاتهم فيكن كلها التفاصيل وكلها الأسئلة فيكن تتصلوا فينا على رقم المكتب عندي على 0961-777-85-86 والرقم الثاني اللي هو 0961-777-85-87 وكمان هالرقمين متوفر عليهم خدمة التطبيقات الواتس أب والإيمو وخدمات تطبيقية تانية نبدأ لكم بألف خير وبي باي